سأل حقيقة على حاجة النهاردة أنا هاخد معايا إيه فأنا خدت شوكولاتة وخدت ورد لسه كنت بقول لسه حقيقة الكلام ده في الفاصل يعني العريس خد معايا شوكولاتة ورد مخدتش معايا أكتر من كده ونوع حلو شيك وراحوا هو والعيلة عيلة العروسة واغدة أو عرفة أو متعارف عندهم إنه إذا ما كلبش خد ما جابش حاجة ذهب يعني ما حدش خاتم في الصينية سلسلة هدية اللي هي للعروسة فقيموا إنه دول ممكن يبقوا بخلة ما بيفهموش في الأصول وممكن دي تخليها سبب للرفض أو لإنه بقى في حساسية كده من أولها بسبب ده طب أول على حاجة اللسان أنا بعتبر إن اللسان دي أداية كويسة جدا ربنا تدهلنا أنا دلوقتي لو رايحة حتى صالونات الشخص اللي عرفني على العيلة دي أسأله شوية أسئلة قبل ما أروح يعني حاول تعرف منهم إيه توقعاتهم مننا وده مش عيب على فكرة يعني أنا مثلا قبل ما أجيب شبكة ابني لمراته سألت الناس اللي في المستوى المادي اللي إحنا هننسبوه عمتا بيجي لهم إيه فص مثلا ألماز أجيبت اللي أقدر عليه في حدود إمكانياتي أكبر حاجة أقدر عليها في حدود إمكانياتي جبتها واتفعت معهم حتى يوميا في القاعدة إنه على فكرة إحنا عمرنا ما هنبخل على بنتكم بحاجة بس عمرنا ما هنستلف عشان نقدر نجاري أي حاجة أنت طالبينها مننا فأنا قصدي أقول إنه حلو إنه الواحد بيدي أحسن معانده على قده قدرات ويسأل قبل ما يروح يعني مثلا أنا سألت لازم ناخد معانا إيه فتقال لي مثلا إنه في الظروف دي بتجيبي وعشان كان ابني بيحب البنت أصلا وإحنا رايحين بنخلص القصة يعني مش رايحين نشوف لسا يصبح تشوفهم أول مر فيمكن زي ما حياتك قلت لو إحنا لسه مش متأكدين إن الموضوع هيستمر لسا مش متأكدين إن الناس دي بالأصالة بتاعت إنه لو ما اتفقوش هيرجعوا الحاجات الغالية اللي إحنا جيبناها يبقى بنتصرف بحكمة لكن برضو لو هما متوقعين حاجة دهب وإحنا هنجيب الحاجة الدهب اللي ما عندناش مشكلة إنها ما ترجعش لو ما اتفقناش بقى بس هنكون سألنا الوسيط اللي في النص لو إحنا عارفين العيلة ممكن أخلي أنا أنا عارفة إنه ابني مثلا لما جي يقرر حاجات كان بيقول الخطيبته تقول لبابا ومامتها مثلا أنا مش عايزة عايش في البيت الغالي ده ومش عايزة أشتغل مع باباكي مش عشان ما بحبوش بحبوه جدا بس عايزة اكتشف أنا مين بعد التخرج فخلى بنتهم اللي اتبلغ فأنا قصدي أقول كمان العريس والعروسة ممكن يسألوا العائلات ويوصلوا يبقوا همتس الواصل شوف ناس برضو يا أستاذة إنه هو مثلا قبل ما هو يروح وياخد بابا ومامته معاه أول حاجة هو يروح أول مرة لوحده تاني حاجة ما بيسبش الخناءة بتاعت مين عليه إيه يعني ما بيسبهاش دي لوقتها إنه هو لما بويا ومي ييجوا أو لما بابا وماما أو لما بابي ومامي على حسب المكانة يعني ييجي بيبقى متفق أو بيبقى عارف ملخصة إحنا بنت خلتها دايما بتجيب مش عارف قط النوم والمطبخ وإنت هتجيب كل حاجة دا مش في أول زيارة دا مش في أول زيارة يعني أول زيارة بيكون فيها بس بنطلب البنت يعني يعني زيارة ما يبقاش فيها مين هيجيب إيه بنتكلم على القاهرة تاني وعلى طبقة معينة الاتتماعية لا ماشا لو إحنا في العموم في العموم لا في العموم زي ما بقول على حسب الثقافة يعني فيه ناس مثلا لو ما قلتيش خالص خالص هيسكنوا فين وحيجيبوا إيه وكده يعني هم مثلا في الاتيكات بيقولوا المهر والشابكة ما يتكلموش فيهم أول زيارة خالص خالص أول زيارة دي بتكون بس عشان بنوري قد إحنا مقدرين البنت دي ونفسينا ابننا نتشرف إن إحنا نرتبط بالعيلة دي بس هوا في ناس بتفسر يا أستاذا إنه لما بنمشي أول مرة ما قلناش طب ممكن نسأل ممكن نسأل وإحنا قاعدين يشعروا إنه هو كده ما فيش حاجة الزبط إحنا ممكن نسألهم نقولهم طب أنا ممكن أسألهم أقولوا مثلا حضرتك تحب تسألني أي أسئلة قبل ما نمشي فأقولوا عندكم أي استفسارات في أي حاجة تريحكم إنه تعرفوهم هل حابين نتكلف التفاصيل دلوقتي ولا خلينا نسوء الله مرة الجاية نتكلم فيها كفية نحنا تعرفنا على بعض النهار زي ما بقول اللسان حل كبير إنه أنا حسأل وطول ما أنا يعني إحنا مشكلتنا كمان إن إحنا ساعات كتير كتير مننا ما عندنا ثقة بنفسنا صح فبقى خايف أقول كلمة أغلط خايفة مش حارفة إيه أنا بحس لو أنا بثقة كده بسأل بقول يا جماعة إحنا قلنا لكم إن إحنا نتشرف إن إحنا هنرتبط ببنتكم وفرحانين بالنسب الجميل ده وكده بس نحب إنه قبل ما ننزل نكون متأكدين إنه ما عندكوش أي التساؤل